كاميرا تصور سائق دراجة تصحقه شاحنة اسمنت في حادث مريع وقع الحدث في وسط تايوان يوم الأحد والتقط أحد المرة بعدسة كاميرته الحادث المريع كاملا نشاهد سائق دراجة يتأرجح متمهلا لبرها ومن ثم تدهسه عجلات شاحنة اسمنت سائق السيارة الذي صور المشهد صرع خلف سائق الشاحنة لينبئه بما اقترف فصرخ سائق الشاحنة لم أدهس أحد بعد برها اقتنع السائق بالوقوف والتحقق من النبأ عندما وصلت الشرطة خلصت إلى أنه لم يكن هناك من المسبب لقد كان حادثا مريعا سائق الشاحنة الذي يدعى السيد لويس بالبارغ 61 عاما قال أنه لم يصدق إلا عندما رأى الفيديو الذي التقطه الشاهد من سيارته كانت قد حذرت إدارة السيب في تايوان سائق دراجات بالحذر لدى تجاوز الشاحنة الكبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا